موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا فيكم أعزاء المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم على فكرة عندي سؤال وصراحة اليوم بس وصلتني الإجابة أو مش الإجابة الشافية اللي تقدر أنها تشفي غليلي شو هي الروح؟ ما هي الروح؟ الروح اللي بين الأفئدة ولا الروح اللي تحوم حوالينا ولا الروح اللي نشعر فيها ولا الروح هي معناتها أن الإنسان على قيد الحياة شنو هي الروح؟ العديد العديد من الأساطير الغربية والعربية من الشرق والغرب والشمال والجأة وكل البلدان كل دولة كل ثقافة لها تفسير معين عن الروح ولكن خلوني أستعرض معاكم هذه القصة وأبي مفهومكم أنتوا لموضوع الروح هذه القصة تقول أن فيه امرأة عجوز كانت تربي بغبغاء وطبعا مثل ما أنتوا تعرفون أن البغبغاء عنده هي موضوع تقليد الأصوات وأنه يتكلم فكان وايد مسلي عليها وحدتها وكانت تقضي معا معظم الوقت وفعلا هذا البغبغاء كان يقلد الأصوات يتقن تقليد الصوت مو بس أنه يتكلم لا يتقن تقليد الصوت فكان المرة يقلد صوتها مرة يقلد صوت زوجها صوت أبنائها صوت عيالها صوت حتى فرامل السيارة وسبحان الله شاءت الأقدار أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى ولكن العجيب في هذه القصة أن أحد سكان هذا المنزل تخل بعد مرور يمكن ست شهور أو ثمان شهور على وفاة هذه السيدة ففجأة سمع صوت هذه المرأة العجوز وهي ترحب وتهلي وأهلا وسهلا وأنت وين وأنا من زمان ما شفتكم فالكم أنت تخيلون الموقف أمرأة عجوز بيتها تقريبا شبه مهجور يدخلون بيتها ناس يسمعون صوت العجوز مرة ثانية فق شعرت الأبدان وصار فيه خوف جدا فضيء في هذه اللحظة شوي شوي لما الناس هدأت وهدأ روحها اكتشفوا شو؟ إن هذا الصوت طالع من البغبغاء سبحان الله سبحان الله نفس الطريقة نفس الترحيب نفس التهليل سبحان الله كيف هذا البغبغاء أتقن الصوت أتقن اللهجة يعني سبحان الله شنو نسمي هذا؟ إحسان؟ هل إن سبحان الله لو كنا في الغرب بيقولون روح هذه المرأة دخلت في البغبغاء؟ ولكن المعايشة التعايش إحنا نعتقد مرات إن الإنسان لما يغيب بجسده معناته إن كل عمل انقطع ولكن تبقى الروح دائما موجودة سبحان الله إحنا نزور القبور ولما نروح نزور القبور الناس الموتى اللي هناك يستبشرون يهللون يتفاخرون باللي قاعدين يزورونهم يتفاخرون يعني مشهد صعب إن الواحد تخيله لما روح هذا الميت تتفاخر جميع الأرواح وتقول شوفوا أهلي وصلوني زوجي ابني حفيدي أهلي أصحابي تعرفون كيف يحس الميت اللي راح جسده وبقيت روحه بالدعاء بالصدقة أسرع ما يصل للميت هو الدعاء الصدقة الزيارة حسن مصادقة والسؤال عن أصدقاء إنه نمشي على نفس النهج اللي كان يمشي عليه الناس اللي تموت بالأجساد أرواحهم تبقى نحس فيها نشم مرات عطر يذكرنا فيهم نسمع كلمات أو أغنية أو موقف أو نمر في مكان هم يحبونه نذكرهم وندعي لهم بالخير حبل الود والمحبة والرحمة أبدا ما ينقطع حتى ولو مات ابن آدم لأن ذكره وعمل الصالح هو إحسانه سواء كان معه الحيوانات ولا النباتات ولا حتى الجماد نعم الجماد يحس ويشعر حتى وإن غالطتنا هذه المعلومة ولكن في العديد من المواقف تثبت أن حتى الجماد يحس الإحسان صفة تجعل الإنسان خالدا مخلدا وحتى إن مات ودفن جسده تحت التراب وعلى فكرة ترى نحن ما بيبقى منا إلا عملنا الصالح وذكرنا الطيب وسيرتنا العطيرة حتى وإن ذهبت الأجساد وفنية تبقى السيرة العطيرة والذكر الحسن هو ما يبقى منا في نهاية هذا العالم اشتركوا في القناة